البار حكم المشوار هنعيد شريط حياتنا كأنها مباراة وحنشوف اللي فاتنا في مشوار الحياة ومعانا بار نحكم معاه لو في غلط احنا غلصنا مستمعين الأعزاء شباب مصر الأوفياء أهلا بيكو في حلقة جديدة النهاردة بتكلم عن اختيارات العمر أو اختيارات الحياة اللي القدر بيضحها أمامنا في مفترق طرق كتيرة جدا جدا في حياتنا وبيبقى مطلوب مننا أننا نختار مطلوب مننا التروي والتريس والدراسة والتفحص والتعمق قبل اختيار أحد هذه الطرق فبعد درس الإصرار على تحقيق طموحي في الالتحاق بالإذاعة المصرية مذيعا محررا مترجما كما جاء في خطاب تعييني اللي استلامت بيه الشغل استمرت في عملي الإذاعي وأيضا في كتابة الشعر وكنت بكتب بالفصحة اللي يا صديق شعر كبير جدا اسمه محمد جيار الله يرحمه كان مؤمن بموهبتي الشعرية قوي لدرجة أنه هو جمع مجموعة من قصائدي وخدهم بنفسه لهيئة الكتاب وقدمهم لرئيسها الشعر الكبير صلاح عبد الصبور وقال له أنه أنا ألمح موهبة حقيقية لهذا الشعر الشاب اسمه عمر بطيشة فصلاح عبد الصبور أرى للمجموعة القصائد وعجبته وقرر نشر القصائد دي في ديوان يجمعني مع ثلاثة شعراء شبان آخرين منهم الصديق الشعر الكبير أحمد سويلم والشعر الكبير فرج مكسيم والشعر الكبير حاليا طبعا كلنا ما كناش كبار وقتا الدكتور نصر عبد الله وقال يتعاملوا كلهم في ديوان واحد اسمه الهجرة من الجهات الأربع على اعتبار أنه إحنا أربع شعراء يعني فاعتمدته شاعرا وبدأت أتردد على المنتديات وعلى حلقات الشعر وعلى الأمسيات الشعرية وجمعيات الشعر في القاهرة وأقول أشعاري أمام جمهور من الشعراء والنقاد والجمهور العادي وبلأ يعني اسمي يتردد كشاعر بقى في الموضوع ده لكن في نفس الوقت وأنا بشتغل في الإذاعة كان بيتردد علينا فنانين كتير ملحنين وشعراء ومطربين ومطربات وما إليه فمنهم الكروان الشرق الفنانة فايزة أحمد وزوجها لموسيقار محمد سلطان فنشأت علاقة الصداقة بيننا وزي ما قلتلكوا إن أنا ابتدت يعني أتابع الأغاني اللي هم بيحضروا لها وأتدخل بتصليحة هنا بوزن مكسورة صلحه أعملتها طوعا يعني بدون مقابل كده من باب الصداقة أكتب شطرة هنا مطلع هنا إلى أن وصل الأمر إن أنا كتبت أغنية كاملة أول أغنية في حياتي هي غريب يا زمان لفايزة أحمد وهي أصرت إن لازم يذكر اسمي على الأغنية دي وقالت لي مش هغنيها قالت لهم مش هغنيها إلا لو نصبت لمؤلفها الحقيقي عمر بطيشة وهكذا دخلت مجال الأغنية حتى هي حربت من أجل هذا لأن كان رئيس الإزاع رافض النموذيع عنده يكتب أغاني يعني فراحت بيت وزير الإعلام السفير مراد غالب وقتها وراحت رمي نفسها قدام عربيته أول ما وصل وجابوها وإيه ستة فايزة إيه فيه إيه ومش عارف إيه وقاعد معها الوزير في الصالون في بيته فراحت ندياله الأغنية قالت له اقرأ النص ده سيادة الوزير أرى قال لها إيه ماله كويس اللي هي أغنية غريبة زمان يعني قالت له عجبك قال لها آه حلوة قالت له طب اكتب النص ده عجبك فكتب النص ده عجبني رحت واخدة منه النص بتاع الأغنية بتأشرة الوزير وراحت رايحة تاني يوم الإزاعة ورميها على مكتب رئيس الإزاعة وقالت لتفضل هذه الأغنية اللي انتم مكنتوش عايزين تمشوها فأسقط في يد رئيس الإزاعة وسلم بالأمر الواخر طبعا جاي له بقى أمر وزاري ويمكن ده أول أغنية يجيزها وزير مش لجنة استماع ولا لجنة نصوص فبتأشرة وزير أجيزة الأغنية ابتدت أول أغنية لي في الإزاعة تتردد وتذاع وطبعا تلاتها أغنيات عديدة بعد كده الموضوع عجبني وبعدين داخل أنا بقى كنا نقلنا بقى من إزاعة الشريفين رحنا مبنى الإذاعة والتلفزيون اللي في شرع الكورنيش ماس بيرو فأنا واقف في طابر الأسانسير لقيت مين اللي واقف قدامي الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور فحينا بعض ويسلم علي أخبارك إيه ومش عارف إيه فبحكيه له بقوله ده أنا بكتب أغاني دلوقت فجئت بيه رح ضارب على جبهته بإيده وكده قال آه هذا هو المنزلق الذي كنت أخشى منه فأنا حسيت بالخجل الشديد وحسيت أن أنا عملت جناية بأن أنا كتبت أغاني يعني لأنه طبعا كشاعر فصحة كان يتمنى أن أنا أظل شاعرا للفصحة ما نزلقش لكتابة الأغاني باعتبرها منزلق من وجهة نظره يعني بعد ما مشي قعد تفكر بقى بينه بالنفسي هل فعلا أنا وقعت في منزلق زي ما قال صراحة عبدالصبور ولا دي كتابة الأغاني رسالة أنقل من خلالها أفكاري لجمهور أعرض وأوسع من جمهور القصيدة الفصحة ومكسب كمان لأن أنا مثلا في الديوان اللي أنا عملته ده أخدت جنيهات قليلة كده من هيئة الكتاب إنما في الاغنية الوحدة الأجر فيها يساوي أجر مثلا 10-15 ديوان مع بعض فهل كانت كتابة الأغاني في هذا الوقت منزلقا أم رسالة أم انتشارا ومكسبا ده سؤال للفار ولكو تجاوبولي أنتوا عليه إنما أنا استمرت في مشوار الأغاني مع فايزة وثميرة سعيد فرقة المصريين ومياد الحناوي وفرقة الأصدقاء محرم فؤاد ووردة وحققت فيها شوط طويل جدا ما عرفش لو عدنا الشريط تاني من الأول ووقفنا عند الاختيار هل كنت خدت نفس القرار وكتبت أغاني ولا كنت استمرت في شعر الفصحة وكتفيت بعملي كإذاعي ده سؤال قدري وزي ما قلتلكم في بداية الحلقة دي اختيارات العمر ونكمل بكرة إن شاء الله البار حكم المشوار إعداد وتقديم عمر بطيشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي جليل رسول교 انشاء اشتركوا في القناة وشغουν شاهده